بالتأكيد وصلك فيديو من فيلم داون فون الألماني والذي يصور الأيام الأخيرة لهتلر الفيلم من بطولة الممثل السويسري برونو غانز بدور هتلر ويصور معركة سقوط برلي تعرض الفيلم لانتقادات واسعة في ألمانيا لأنه حسب المنتقدين يصور الجانب الإنساني لهتلر ولكن الشهرة الحقيقية للفيلم هو في مشهد في نهايته حيث يغضب هتلر على فريقه ويصرخ بهم الكثير من الفيديوهات غيرت من ترجمة اللقطة لتناسب حدث معه ولكن هل شاهدت المشهد الحقيقي أو بحثت عن الأحداث التي أوصلت هتلر للغضب؟ في هذه الحلقة سأحلل المشهد وأربطه بأحداث تاريخية أحداث البشهد هي في نهايات إبريل من عام 1945 وكان الجيش الأحمر السوفيتي يقترب من حدود برلين والمشهد كان في داخل مركز العمليات للحكومة الألمانية في مخبأ سري وكان الجيش الأحمر قريب بحوالي 40 كيلومتر من دخول برلين عاصمة الرايخ الثالث الألماني الجنرال هيرمن فيغلين والذي كان رائد في الجناح العسكري للحزب النازي والمسمى بالباين اس اس دخل لغرفة الاجتماع وكان صهر إيفا براون والذي تزوجها هتلر بعد ذلك في الخريطة المعروضة أمام هتلر نجد السوفييت وقد حصروا برلين من جهتين وفي طريقهم للحصار الكامل للمدينة من الجهات الأربعة الجهة الوحيدة التي قد تصل منها الأمدادات هي جهة الشمال الغربي حيث كان هناك كتيبة الشارلمان والتي بها جنود فرنسيين موالين لهتلر الرجل الذي يشرح الخريطة لهتلر هو الجنرال هانس كريبرز وهو من الشخصيات الرئيسية في المعارك الأخيرة للحرب وهنا يرد هتلر بأن القائد فليكس شتاينر سيشن هجوم باغط على الروس وينقذ العاصمة نجد هنا هتلر وهو لا يزال مسيطر على المعركة ويعتقد بأنه متحكم في مسار المعارك ولكن في الحقيقة كل طرق التواصل مع الجنرال فليكس شتاينر قد انقطعت ولا يعلم أساسا مكان تواجده الجنود المتواجدين في برلين أساسا بلا خبرة ولا أجهزة التي يملكونها غير قادرة للتواصل مع شتاينر وجنوده واضح بأن الجنرال كريبز متخوف من قول الحقيقة لهتلر وهو استطاع التواصل مع شتاينر وقال له بأن يقوم مع جنوده بالاتصال بالجنرال فالدر فينيك والتعاون معه لصد هجوم الروس لكن الجنرال شتاينر قال له بأن هذا التحرك لا فائدة منه فلا هو ولا بنيك يملكون القوة الكافية للصد السوفيت ولكن هنا يتجرأ الجنرال ألفرد يودل ويوضح لهتلر الوضع يودل هو رئيس فرق الدفاع عن الدولة وهو من المقربين لهتلر منذ بداية الحرب يقال بأن هتلر في نهايات الحرب بدأ يعاني من رجفة في يده كانت واضحة للجميع وهنا يطلب من الجميع مغادرة الغرفة بما عدا يودل وهاينز كريبز وفيلهم كايتل وفيلهم بيلقدرو وهم الأعلى في المرتبة العسكرية بين الحاضرين لكن ملاحظ هنا أنه بقى كل من جوزيف جوبلز ومارتين بورمان جوبلز كان وزير الدعاية وفريقه الإعلامي كان يعمل لإقناع الشعب بأن الأمور تحت السيطرة وبأن الألمان سيقلبون الحرب وكان زوجته وأبنائه متواجدين في نفس المخبة الذي تجري به الأحداث أما بورمان فهو عضو في الجيش الألماني وكان رئيس كتيبة من كبار السن والأطفال تم إنشاءها للدفاع عن برلين على اليمين المارشال فيلهم كايتل وكان من أكثر المؤمنين بأفكار هتلر هتلر كان قد أنشأ نظام عسكري ديكتاتوري حيث أن أوامره هي الأعلى من أي شخص آخر في الحكومة لكن إشتاينر لم ينفذ رأيه بالتمركز حول برلين ولم يستخدم كتيبة شباب هتلر بل أعادهم لبرلين هذه المرأة هي ترادول يونيك وهي السكرتيرة الخاصة لهتلر في هذه المرحلة كان الكثير بدأ بالكذب على هتلر وأخفاء الحقاق عنه وحتى أقرب المقرمين له هاينريتش هيملر كان قد تواصل مع الغرب وشتاينر كان يعلم بهذا التواصل ولم يخبر هتلر به وبه بدأ هتلر يفقد أقرب الرجال من حوله وفي نفس الوقت كان هناك بعض الجنود المحيطين ببرلين يهربون جهة الجنود الأمريكان ويستسلمون الرجل الذي يدافع عن الجنود هنا هو فيلهم برقدور والذي كان الرئيس المساعد لهتلر وهذه هي إيفا بران والذي تزوجها هتلر قبل انتحاره بيوم فقط خسر هتلر بهذه اللحظة أي قوة أما قادة الجيش فكان عذر عدم القدرة على التواصل هو المناسب لهم لاتخاذ أي قرار بعيد عن سلطة هتلر يوصف هتلر في آخر أيامه بأنه كان عنيف وعصبي وكان دائما يصرخ بالجميع ويطلب منهم إرسال الجنود للدفاع عن برلين مصير هتلر النهائي مثار جدل حتى اليوم ولكن أكثر شهرة أنه قرر البقاء في برلين والانتحار بدأ من الهرب ولكن هناك من يرى بأنه كان يحضر للهرب ولكن الوقت لم يسعفه هذه اللقطة لم تحدث في الواقع ولكن هتلر احتاج لوقت طويل لاتخاذ قرار الاستسلام لم يكن القرار اللحظي كما هو في هذا الفيلم فذي التاسع والعشرين من إبريل كانت آخر محاولة للدفاع عن المدينة ولكنها كانت محاولة فاشلة هتلر وإيفا براون انتحروا في الثلاثين من إبريل وبعد يومين استسلمت برلين شاركنا في التعليقات عن رأيك في هذه الحلقة وتجد في نهاية وصف الفيديو رابط وركاست والذي به محتوى صوتي خاص وذا عجب محتوانا ادعمنا من خلال الاشتراك وممكن تشوف فيديوهات اخرى من قناتنا والتي تطرح مواضيع مختلفة ومنوعة